اشتركوا في القناة عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحاب بيت الله الحرام ومن قرب الكعبة المعظمة في ثرى هذا البلد الأمين تنطلق هذه الدورة العلمية الرابعة من دورات العلم والهدى والنور من رحاب البقعة الطاهرة في هذا المكان المبارك لهذا العام سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الدورة العلمية التي تحمل عنوانها الذي يأسر القلوب بهجة وإيمانا وفرحا وسرورا دورة الشمائل المحمدية وهذا المجلس الذي يأتي في مفتتح ومستهل لهذه الدورة المباركة يحمل مدخلا للتعريف بهذا العنوان المبارك الشمائل النبوية أو الشمائل المحمدية مفهومها وأهميتها لأن ما بعدها من لقاءات هذه الدورة العلمية المباركة سيتناول أبوابا شتى من أبواب الشمائل فيحسن إذن أن يكون البدء بمدخل يتعرف فيه أحدنا على معنى هذا المصطلح الشمائل وما دلالته وما الذي يتناوله ثم ما هو الأثر والفائدة التي تجتنى من دراستها والعلم بها والعناية بأبوابها هذا المدخل المنعقد في هذه الجلسة المباركة في هذا اليوم العظيم يوم الأحد من شهر رجب الحرام الثالث والعشرين منه وهو مستهل هذه الدورة كما أسلفت منعقدا بين المغرب والعشاء في هذه البقعة الطاهرة من رحاب المسجد الحرام نستعين بالله جل جلاله سائلين إياه التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح ليكون مجلسنا هذا منعقدا في عناصر ثلاثة أولها تعريف بالشمائل وعلاقتها بالسيرة النبوية وثانيها الحديث عن موضوعات الشمائل وثالثها الحديث عن فوائدها وأهميتها وأخيرا في الكتب المؤلفة فيها وطريقة دراستها وتناولها نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم صادق الإيمان به وبنبيه عليه الصلاة والسلام إخوة الإسلام الشمائل جمع شمال وقيل جمع شملة وهي الطبائع والسجايا والخصال والأخلاق الخلق والطبع والخصال يقال له شميلة أو شمال والجمع شمائل قال لبيد هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي يعني أنه عاب عليهم تبدل أخلاق وصفات وطباع لم يكن يعهدها فيهم أو يعرفها عنهم ويقال في اللغة إنها لحسنة الشمائل أي شكلها وحالتها ويقال أيضا رجل كريم الشمائل أي في أخلاقه وعشرته وفي اللغة أيضا يقال اجتمل بثوبيه أي تلفف وفي الحديث النهي عن اجتمال الصماء فالأخلاق والطباع التي تكسو المرأة تشبه الثوب الذي يغطي جسده فتشتمل عليه ومن هذا المعنى جاءت الشمائل النبوية وهي تعني الطباع والأخلاق والصفات والخصائص النبوية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم موصوفا بها فيقال في وصفها الشمائل النبوية ويقال أيضا الشمائل المحمدية نسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني شمائله طباعه وأخلاقه وصفاته وخصائصه التي تتصل بشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومنه سميت الكتب التي اختصت بتناول دراسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف خلقته الجميلة الكريمة أو شيء من خصائصه سميت بكتب الشمائل أي شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا تعريف الشمائل ومأخذه لغة أما موضوعات الشمائل وعلاقتها بالسيرة النبوية فيحسن هنا أيها الكرام أن نشير إلى منظومة العلوم النبوية إن صح تسميتها بذلك والمراد بها جملة من العلوم الشرعية التي جاءت تتعلق بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة ناحية من أنحاء النبوة على وجه يكتمل بعقدها منظومة العلوم النبوية وهذا مجموعة من العلوم فأولها مثلاً علم السيرة النبوية ويراد به دراسة أحداث الوقائع والغزوات والسير التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتسمى بالسيرة النبوية وربما يقال لها المغازي والسير والثاني من العلوم النبوية هو ما يتعلق بالشمائل التي نحن بصدد الحديث عنها في مجلسنا الليلة وسيأتي مزيد تفصيل لمعناها بإذن الله تعالى والثالث من العلوم النبوية هو الخصائص النبوية ويراد بها الأمور التي اختص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحكام وهذا ينقسم إلى أقسام كما بواب له بعض أهل العلم كالخصائص من الواجبات والخصائص من المحرمات والخصائص من المباحات والخصائص من الفضائل والكرامات والمناقب ورابع هذه العلوم النبوية المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى بعلم الدلائل ويراد به الأدلة النبوية والمعجزات الإلهية التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وفي كل واحد من هذه العلوم كتب صنفت ودواوين ألفت جعل منها آئمة الإسلام رحمة الله عليهم تبويبا وتصنيفا في جمع ما يتعلق بكل عنوان على حدة وأم العلوم النبوية ورأسها ومجموعها الذي تكتنف كل تلك الأنواع السابقة هو علم الحديث النبوي والمراد به رواية أقوال وأفعال وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اتصل به من تاريخ مشرق وإرث علمي عظيم مبارك أثنت فيه أمة الإسلام أعمارها فعلم الحديث رواية وعلم الحديث دراية وما دون فيه من الدواوين وصنف من المصنفات يتناول في طياته المغازية والسيار ويتناول الشمائل ويتناول الخصائص ويتناول الدلائل والمعجزات كل ذلك يأتي اتباعا في طيات علوم الحديث النبوي بمختلف أنواعها إذا تبين لنا هذا أيها الكرام أدركنا أن الشمائل النبوية أو الشمائل المحمدية تأتي في منظومة هذه العلوم النبوية وهي تختص إذن بجانب عظيم يركز على محور يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المراد به في التعريف في الشمائل أي الخصال والطباع والأخلاق والصفات المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن تفصيل ذلك في قضايا أربعة أولها الأخلاق النبوية ويراد به جملة ما اختصرته الآية الكريمة العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة الكريمة الموصوفة بالعظم في الآية الكريمة هي أحد أبواب الشمائل بل من أكبرها وثاني موضوعات الشمائل الخلقة الجسدية أخلاق رسول الله وخلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف جمع الله له الكمال والجمال الظاهر والباطن وقد حكى الصحابة رضي الله عنهم واصفين جمال ما خلق الله عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فما يتعلق بوصف الهيئة الجسد العينين الأنف الأذنين والفم والشعر والصدر والظهر والذراعين والساقين وما وصف به أيضا صلى الله عليه وسلم في لحيته وفي تسريحه والدهانه وطيبه كل ذلك أحد أبواب الشمائل النبوية وموضوعاتها ثالثا أموره الشخصية صلى الله عليه وسلم وأقصد به الأمور المختصة بحياته الجانب الشخصي منهم ويدخل في هذا تعداد أزواجه وأولاده وذكر مقتنياته كدوابه وسلاحه وما يتعلق أيضا بفراشه ونعله وخاتمه عليه الصلاة والسلام كل ذلك داخل أيضا في أموره الشخصية التي هي باب من أبواب الشمائل المحمدية أو الشمائل النبوية وأخيرا رابع المحاور والعناصر والقضايا التي تشتمل عليها الشمائل المحمدية هو جانب عباداته وصلته بربه صلوات الله وسلامه عليه فهذا باب عظيم ومن تصفح الأبواب التي بوب لها مثل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل وجد عنوينها كالتالي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في خاتم النبوة باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على التوالي باب ما جاء في الترجل والشيبي والخضاب والكحلي ثم باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في عيشه باب ما جاء في خفه ثم نعله ثم خاتمه صلى الله عليه وسلم ثم باب ما جاء في صفة سيفه ودرعه ومغفره وعمامته وإزاره ثم باب ما جاء في مشيته ثم في تقنعه في جلسته في تكأته واتكائه في صفة أكله في صفة خبزه في صفة إدامه في صفة وضوئه عند الطعام وذكره بعد الطعام وما جاء في القدح والفاكهة وشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى انتقل إلى أبواب العبادات باب ما جاء في عبادته في صلاة الضحى صلاة التطوع باب ما جاء في صومه في قراءته في بكائه في توضعه ثم قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في الحياء ثم باب ما جاء في الحجامة وانتقل أخيرا إلى باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في عيشه ثم سنه ثم وفاته ثم ميراثه ورؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام وختم به أبواب الكتاب ولو تأملتم لوجدتم هذه الأبواب التي اختصرتها وانتقيت بعضها موزعة على القضايا الأربعة التي أشرت إليها الأخلاق والخلقة والأمور الشخصية المقتنيات والأمور الخاصة وأخيرا عبادته لربه جل جلاله هذه في جملتها تحكي عنوانا شاملا لسيرته عليه الصلاة والسلام من الجانب الآخر ليست السيرة المتعلقة بالأحداث والوقائع والمغازي بل المتعلقة بأمره عليه الصلاة والسلام من بابها الممتع الشيق الذي يربط المسلم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في شأنه كله هذا ما يتعلق بأبواب وموضوعات الشمائل النبوية التي تقدم ذكرها آنفا فإذا أدركنا هذا وعرفنا تعريف الشمائل والموضوعات التي تشتمل عليها الشمائل المحمدية فهذا أوان الانتقال إلى ثالث عناصر هذا الموضوع وهو المتعلق بالفوائد والأهمية وقبل الدخول فيها نحسن بنا أن نقول إن دراسة الشمائل أمة الإسلام هو باب كبير نقبل منه على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست الأبواب التي نقرأ فيها صفة دعوته وتعامله وغزواته وكيف أدى رسالة ربه بكل أمانة حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بل ندرس فيها سيرته من جانبها المشرق المحبب إلى النفوس الذي يقربنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر فأكثر نقترب منه لنعرف أي شأن كان عليه أي حال كان هو عليها نقترب أكثر لنتأمل في وصف خلقته وهيئته وبدنه حتى لكأننا نراه ونقترب أكثر لنعرف أمور أخصة في طباعه في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وهكذا فهو باب يعيش معه المسلم من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام جانبا يربطه بحب نبيه أكثر وأوثق هو باب يجد فيه الدارسون لشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم المعنى العظيم الذي حباه الله تعالى به فكان على الدرجة الأعلى والمقام الأسنى صلوات الله وسلامه عليه الذي حباه الله تعالى به من أجل ذلك سنقول إن الفوائد التي تتمثل فيها أهمية دراسة الشمائل النبوية كثيرة لكننا نجملها في النقاط الآتية أولا أنها جزء من العلم الشرعي الواجب معرفته في الجملة العلم الشرعي الذي تكاثرت النصوص الشرعية في بيان فضله ومكانة أهله وأنه يجب على المسلم تحصيل القدر الذي يحتاج إليه منه في حياته ولا يسعه جهله أجل فإن الشمائل النبوية أمة الإسلام محفوظة في الكتاب والسنة تماما كما حفظت أحكام العقائد والفقه والآداب وسائر أبواب الشريعة ولما روى الصحابة الكرام رضي الله عنه أحاديث الشمائل النبوية في الصفات الخلقية والخلقية والخصائص المتعلقة به صلى الله عليه وسلم حقيقة فإنهم رووها كما رووا أحاديث الحلال والحرام وهيئة العبادات وأحوال الآخرة وصفة الجنة والنار وأنهم يرون ذلك دينا يجب تعلمه وحفظه وروايته وتعليمه للأجيال الناشئة عليه ومن تأمل في أحاديث الشمائل وجدها إما أحاديث يرويها الصحب للتابعين فيقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء في ليلة أضحيان كأني أنظر إلى بياض ساقيه فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم ويقول الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مليحا مقصدا وما زالوا يصفون في جمل متتابعة ما كانوا يرونه من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف يا كرام الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه للتابعين كانوا إما يرونه ابتداء أو يجيبون عنه سؤالا يسألون إياه فيأتي بعض التابعين فيقول لهم كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت قراءته أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف فيقول لا بل مثل القمر هكذا كان سؤالا يسأل عنه التابعون فكان الصحابة يرون الإجابة في ذلك دينا ينبغي أن يجاب عنه ويروى ويحفظ فنقله التابعون لمن بعدهم ثم لمن بعدهم حتى جاء هذا في مرويات السنة التي تحفظ في دواوينها ونوبت لها الأبواب وأفردت لها المصنفات فهل هذا إلا من علم الشريعة الذي حفظ وروي ويجب تعلمه والعناية به فهذا في الجملة أحد أجل وأعظم أهداف دراسة الشمائل النبوية الفائدة الثانية أنها الباب الأكبر الذي يصل به المسلم إلى ما وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم قد اكتحلت أعينهم برؤيته وتشنفت آذانهم بسماع حديثه عليه الصلاة والسلام وسعدت قلوبهم بصحبته ونصرته فإن وصفهم الدقيق رضي الله عنهم الذي قرب حياة النبي عليه الصلاة والسلام جدا إلى أمته حتى كأننا نراه رأي العين لقد كانوا أمناء رضي الله عنهم في حفظ ذلك ورصده وروايته فيجب أن نكون أوفياء لمثل هذا الذي نقلوه لنا رضي الله عنهم جميعا فإنهم نقلونا صفية مشيته وجلوسه ومنامه وقعوده وطعامه وشرابه وعشرته لأهله وبيعه وشرائه وعبادته لربه وطوافه وسعيه وحجه وعمرته كل ذلك نقلوه نقلا دقيقا ووصفوه وصفا تاما رضي الله عنهم فكانوا خير خلف كانوا خير سلف لنا فينبغي أن نكون خير خلف لهم فهذا باب كبير يربطنا أكثر ويقربنا أصدق وأتم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيش ما عاشوه نعم فاتتنا الصحبة الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما فاتنا الوقوف على ما أدركه من صحبه لا من وصف الخلقة ولا الخلق ولا شأنه الخاص عليه الصلاة والسلام ولقد صدق الأول أحبايا أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وداءت منازله وفاتكم أن تبصروه بسمعكم وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله فشمائله عليه الصلاة والسلام بقدر عنايتنا بها ومعرفتنا لها نصيب من هذا الإرث المحمدي الكبير وإن كانت أعين أبصارنا لم تكتحل برؤيته فلا أقل من أن تكتحل أعين بصائرنا بمعرفته فإن ذلك يقرب الصورة كأنه حاضر بيننا ننظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم والمراد يا كرام أن هذا الباب الكبير في ربط المسلم بنبيه عليه الصلاة والسلام ليرث ما ورثه الصحب من معرفة تامة تورث الفوائد التالية تباعا ثالثا زيادة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا جازما في قبول ما جاء به هذا مقصد الإيمان العظيم من البعثة النبوية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله هذا أجل المقاصد تحقيق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شك أن تمام الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يتربع في القلب على قاعدة عظيمة قوامها التعظيم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم وتوقير وإجلال واحترام وهذا والله إنما يبلغ الغاية في القلوب بقدر ما يقوم فيها من معرفة بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نتعرف على شمائله فندرك عظمة عقله ورأيه عظمة أخلاقه وطبعه عظمة حلمه وصبره عظمة وفائه وأمانته عظمة حيائه عظمة خشوعه عظمة عشرته لأهله عظمة جهاده ودعوته عظمة بذله وتضحيته عظمة كبيرة في جوانب الحياة أجمع رفع الله دعالى بها قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ارتقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعين أمته المقام اللائق به كان ذلك أوثق لأن تمتلئ القلوب إيمانا فهذا باب ومدخل يوثق أعظم عروة من عرى الإيمان هي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله فإنها مقصد عظيم كما دلت عليه الآية الكريمة والفائدة الرابعة المنبثقة عن ذلك أيضا المحبة التامة فإن محبته واجب عليه الصلاة والسلام بل لن يتحقق الإيمان حتى تتوفر المحبة بأسمى صورها وأعلى مراتبها لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك لأحب شيء إلي إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فإنك الآن أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر هذه المحبة يا كرام أيضا إنما تقام سوقها وينشأ بنيانها العظيم ويرتفع شاهق صرحها في النفوس إذا توفرت الدواع الكاملة للمحبة الكاملة ولن تتم محبة في القلب إلا إذا استجمعت أسبابها وأسباب المحبة عموما بين البشر ثلاثة محبة لجمال الخلقة والصورة والشكل والظاهر وهذا غالب ما يقع عليه حب البشر للبشر والثاني جمال الأخلاق وكمال الهيئة الباطنة فربما كان المرء ليس بذاك في الخلقة أو كان دميما لكنه يعظم قدره ويأسر قلوب محبيه بجمال أخلاقه كرما وتواضعا وبذلا وعطاء وأمانة وحياء ووفاء وعدد ما شئت من كريم الأخلاق وثالث الأسباب الإحسان والبذل والمعروف فإنك لا تزال تحب اليد التي أحسنت إليك والنفس التي وقفت بجانبك ولا يزال يعظم في قلبك مقام إنسان فرج عنك كربة وكشف عنك مصيبة وأعانك في نازلة ألمت بك فلا تزال أسيرا لإحسانه هذه ثلاثة أسباب لا يخرج عن جملتها حب البشر للبشر وقد اجتمعت ثلاثتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتبها وأسمى درجاتها فاستحق أكمل الحب عليه الصلاة والسلام أجل ها هنا في الشمائل نؤسس لحب صادق حتى ننجح في أن نبلغ درجة أن لا يكون أحد من البشر أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حب زوجة ولا والدة ولا والد ولا ولد بل ولا حتى حب النفس لا ينبغي أن يتجاوز مقدار شعرة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولألا تكون المسألة دعا وجوفا فإن السبيل إلى تأسيس بنيانها ورفع صروحها هو تغذيتها بأسبابها التي تقود إلى ذلك الحب العظيم والمقام الكريم وليس شيء يعين المرأة في هذا التأسيس العظيم لمحبة صادقة مثل الشمائل النبوية أمة الإسلام أجل والله فإنها تغمر القلب المحب لنبيه صلى الله عليه وسلم حبا كيف لا تحبه أنت إذا اقتربت من شمائله وجدت والله ما يجبرك على حبه ويخضع بعنان قلبك لهذا النبي الكريم الذي حباه الله جمال الخلقة فكان أجمل البشر وجمال الأخلاق حتى قال له وإنك لعلى خلق عظيم وكمال الإحسان الذي قال الله عنه رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ما يزال حريصا شفوقا رؤوفا رحيما بأمته حتى يوم القيامة وهو لا يزال يقول أمتي أمتي أفلا ترى في إحسانه العظيم ما يأسر قلبك حبا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهذا باب عظيم في عنايتنا بالشمائل يقربنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه المحبة اللائقة به خامسا من ثمرات وفوائد دراستنا للشمائل النبوية التأسي والاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجل فإن للشمائل النبوية أثرا وأي أثر في تعظيم الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون لما؟ لأننا بدراستنا للشمائل وإقبالنا عليها وعنايتنا بها وانكبابنا عليها فإننا والله نغرس في قلوبنا معاني العظمة التي رفع الله لها قدر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا اقتربنا منه أكثر ازدادت القلوب شوقا إليه وحبه ومعرفة لأخباره وبحثا وتنقيبا في سيرته فتزداد القلوب قناعة بالإيمان برسالته ونبوته فتكون أكثر حرصا على تطبيق سنته عندما تبصر عبد الله في شمائل نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم معاني السعادة في الحياة والعظمة المطلقة في الحياة عندها ستوقن يقينا جازما لا شك فيه أن أسعد حياة على وجه الأرض وأهناها وألذها وأطيبها وأمتعها والله حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رام الحياة السعيدة فليقترب من كنف حياة النبوة وليعش في ظلالها وليقتبس من نورها وليأخذ من حياته ما شاء منها فإنها والله النعيم هي السعادة وهو مع ذلك يرى فيها التقلل من حياة الدنيا والتقشف من زينتها والاستقلال من زخاريفها ينام على حصير صلى الله عليه وسلم وربما بات طاويا هو وأهله الليالي المتتابعة لا يجد ما يسد جوعه وربما لا يجد من خبز الشعير ما يأكله يومين متتاليين وربما مات وعليه دين ودرعه مرهونة عند يهودي كل ذلك يوقن به المسلم أن السعادة في الحياة ليست في الاستكثار من متعها بل هي في معنى آخر يجده مكنونا في دراسته لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب عبد الله من دراسة شمائله أكثر ينكشف لك هذا المعنى بشكل أكبر فتجد نفسك والله منقادة بسلاسة لأن تكون باحثة بحب وشغف وقناعة باحثة عن هدي نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم باحثة عنه بلهف وشغف وحرص كبحث الأم الفاقدة لولدها بتطلع وتمسك تماما كما عاش عليه سلفنا الأول ولن يصل بنا إلى ذلك المقام إلا اقتراب قريب وجهد كبير نحث فيه الخطى نحو العناية بشمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سادس الأهداف والثمرات أيها المباركون أثر الشمائل في تحقيق واجب من واجبات الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى عظيم من مقتضيات شهادتنا أنه رسول الله أجل إنه واجب النصرة والتعزير والتوقير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه والله قال إلا تنصروه فقد نصره الله نحن مأمورون أمة الإسلام بنصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة حس ومعنى وأما النصرة الحسية فبالاقتراب من سنته والمعنوية فبتعزيره وتوقيره واحترامه في أبواب شتى وأعظم ما يحملنا على التوقير والتعظيم والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو تمام معرفة مقداره العظيم وقدره الكريم وكل ذلك مبثوث في دراستنا لشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم سابعا من فوائد وثمرات دراستنا للشمائل وأختم بها أنها وسيلة من أعظم الوسائل للدعوة إلى الإسلام أنها وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام والتعريف بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فشمائله الكريمة تحمل في طياتها تعريفا دقيقا مشرقا بجوانب العظمة والكمال البشري الذي يحمل على الاحترام والتوقير والإيمان والتصديق يذعن بذلك الموافق والمخالف والمؤمن والكافر ولو عرفوه حقا لا أحبوه صلى الله عليه وسلم فإنه والله مهما تتابع المصلحون في تاريخ البشرية على مداوات أدوائها واستصلاح فسادها فلن يبلغ أحد منهم مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في سيرته الشخصية ولا في رسالته العملية ولا في دعوته وتضحيته ولا في أثره في جهده وجهاده يقول المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي لقد أخذت سيرة الرسول العربي صلى الله عليه وسلم بألباب أتباعه وسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين فآمنوا برسالته إيمانا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه ويقول الشاعر الفرنسي لا مارتين من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان فأعظم حب في حياتي هو أنني درست حياة محمد دراسة وافية وأدركت ما فيها من عظمة وخلود صلى الله عليه وسلم ويقول الشاعر الألماني قوتا وإننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم وسوف لا يتقدم عليه أحد وقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم هذه شهادات ما كنا بحاجة إليها لولا أن نثبت أن في المخالف والعدو والكافر من يقر بهذه الحقائق فأولى بنا أمة الإسلام أن نكون أكثر عناية واستمساكا بدراسة الشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفوائد والثمرات إنما تقتفى وتجنى ثمارها وتقطف من خلال ما دون فيها من الكتب المؤلفة وهانذا أسرد في ختام هذا المجلس بعض الأسماء للكتب المؤلفة في الشمائل المحمدية مع ذكر لمنهجية عملية تقود إلى دراستها والوقوف على ثمراتها لتحقيق الفوائد والأهداف المذكورة آنفا فمن الكتب المؤلفة في الشمائل الأنواع التالية أولها الأبواب المخصصة في كتب الجوامع والسنن ودواوين السنة كمثل الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الآئمة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها من دواوين السنة فإن فيها موضوعات الشمائل مفرقة تأتي في أبواب يجد فيها أبوابا وكتبا تحمل هذه العناوين التي تقدمت في موضوعات الشمائل في الأخلاق والخلقة بأبوابها المختلفة فإنها أبواب صنفت كما صنفت أبواب العبادات والمعاملات والحدود والجنايات هي أيضا كذلك أبواب الشمائل وإن لم تحمل اسم الشمائل لكنها جاءت مصنفة في أبواب مستقلة داخل هذه الدواوين الكبرى التي حفظت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني الأنواع من الكتب المؤلفة في الشمائل ملحقات كتب السير والمغازي كمثل تاريخ ابن كثير البداية والنهاية فإنه لما فرغ من كتاب السيرة رحمة الله عليه قال وهذا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفة وذلك أربعة كتب الأول في الشمائل والثاني في الدلائل والثالث في الفضائل والرابع في الخصائص والله المستعان فهذا صنيع درج عليه بعض أهل العلم في إلحاق كتب السير والمغازي بأبواب تأتي في آخرها للشمائل ثالث الأنواع في الكتب المؤلفة في الشمائل الكتب المستقلة التي صنفت مخصوصا في العناية بالشمائل وإفرادها ومن أشهرها الشمائل النبوية والخصائص الشمائل النبوية والخصال المصطفوية المشهور بكتاب الشمائل للإمام المحدث أبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى فقد تواصل علماء به كتاب نفيس أفادوا منه فمنهم الشارح له ومنهم المحشي عليه ومنهم المختصر له فكان رحمة الله عليه بتصنيفه لكتاب الشمائل قد أسس منهجية تتابع عليها كثيرون مع الإشادة بكتابه يقول الحافظ بن كثير رحمه الله قد صنف في هذا قديما وحديثا يعني الشمائل كتبا مفردة وغير مفردة ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ومن الكتب أيضا ومنها كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم للإمام البغوي رحم الله الجميع الرابع من الكتب المؤلفة أو من أنواع الكتب المؤلفة في الشمائل كتب الفضائل فإن الفضائل النبوية أفردت لها بعض المصنفات فيها الصفات والأخلاق والمراد بالفضائل تلك الكتب التي تكلمت عن الأمور التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام من الفضائل والكرامات والمناقب وما رفع الله به قدره وأجلها كتاب الشفى بتعريف حقوق مصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى كتاب عظيم كثرت شروحه وهو كتاب جليل اعتنى بهذا الباب وفيه يجد المسلم جملة وافرة من الحديث عن الشمائل بالنحو الذي تم ذكره آنفا وأخيرا فمن الكتب التي ألفت في الشمائل الكتب المعاصرة ذات الصفة الموسوعية وها هنا عمل موسوعي جليل يحمل عنوان موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة عمل موسوعي جامع جمع فيه ما تناثر في غيره من الكتب ثم بوّب ووزعت عليه المرويات المتعلقة بهذه الأبواب المختلفة في الشمائل النبوية مع بيان الحكم عليها وفوائد منها وشرح غريبها في عمل موسوعي ضخم جليل يستحق الإشادة وهو من صنيع كل من الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وابنه الدكتور محمد همام عبد الرحيم هذه أشهر أنواع الكتب المؤلفة في الشمائل لدراستها وأما طريقتها فها أنا ذا أضع بين يديك أخي وأنت أختاه جملة من الخطوات النافعة لطريقة ومنهجية دراسة الشمائل من كتبها والمؤلفات التي مرت بعض أنواعها للوصول إلى قطف الثمرات الآن في ذكرها وتحصيل الأهداف التي يراد تحقيقها من دراستنا للشمائل النبوية أولا قراءة ومدارسة كتب الشمائل المفردة والتابعة على النحو المذكور آنفا فسواء كانت كتبا مستقلة ككتاب الإمام الترمذي أو مختصره للألباني رحم الله الجميع أو كانت بعض الكتب المعاصرة أو كانت من الأبواب المبوبة في الجوامع والمسانيد والسنن والمرويات النبوية كما تقدم فإن هذه خطوة أولى الإقبال على تلك المصنفات ودراستها وقراءتها فمنها يغترف المسلم موضوعات الشمائل ومنها يستلهم ما فيها من المعاني العظيمة التي يراد الوصول إليها ثاني الخطوات العناية بالاطلاع على دواوين السنة ورواية الحديث الصحيحان والسنن والمسانيد وموطأ مالك والمصنفات وغيرها من دواوين السنة الجامعة فإن قراءتها وجردها وإدمان النظر فيها يقلب فيه المسلم ساعات يومه ودقائق حياته وأيام عمره في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني يا كرام ما الذي يجده أحدنا عندما يمسك بين يديه أحد دواوين السنة العظيمة ليجلس معها دقائق أو ساعات والله ليس فيها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تعيش ساعات شريفة وأنفاسا نفيسة تقضيها بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فإن العناية بالاطلاع على دواوين السنة ودواوين الحديث وإدمان النظر فيها طريق معبد كبير يقربك من شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثالث القطوات المنهجية قراءة كتب المغازي والسير بمنظار الشمائل وأعني بالمغازي والسير الكتب المروية في السيرة النبوية وهي كثيرة سواء كان القديم منها كسيرة ابن هشام رحمه الله أو مغازي الواقدي وغيرها مما كتب العلماء الأوائل في جمع مرويات السيرة النبوية أو كانت المعاصرة لكنه كما تقدم فإنك كتب المغازي والسير فإنها تعني جوانب حكاية الغزوات والجهاد في الدعوة والمراحل التي مر بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا قلت قراءة كتب السيرة والمغازي بمنظار الشمائل وأعني التقاط موضوعات الشمائل من أحداث السيرة النبوية ووقائعها لتقف في حوادث الغزوات وأحوال الدعوة والمواقف التي تروى في قصص السيرة فتلتقط منها مواقف العدل والرحمة والأنات والكمال والعدل والتواضع والحرص والرأفة المعاني التي نبحث عنها في جملة موضوعات الشمائل رابعا من الخطوات المنهجية يا كرام منهج القراءة يكون باستطلاع جوانب العظمة لتحقيق المعاني الآن في ذكرها الإيمان والمحبة والنصرة والطاعة والاقتداء هذه واجبات يجب أن تعزز في النفوس أركانها ويجب أن تنطلق قواعدها بشكل متين في قلب كل مسلم ومسلمة ولكنك ستنجح أيما نجاح إن عالجت هذا من خلال قراءتك للسيرة أو لكتب الشمائل محاولا أن تروي وتروي في قلبك هذه القواعد العظيمة فكلما مررت على باب من الشمائل زدت ذلك إيمانا في قلبك ومحبة وطاعة واقتداء ونصرة وتوقيرا وانتقلت من باب إلى باب وأنت لا تزال تملأ في قلبك هذه المعاني امتلاءا وتزيدها ارتواءا حتى تبلغ أعلى درجات الإيمان والمحبة واليقين بصدق ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وكماله الذي حباه الله تعالى به ليكون ذلك أعوان على الاقتداء والنصرة والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خامسا في الخطوات المنهجية لدراسة الشمائل المحمدية التمثل والتشبه والتأسي أجل فإنك إنما تتعلم لتعمل وإنما تبحث لتنفذ وإنما تدرس لتقتدي فليست الدراسة والبحث والنظر بمعزل عن العمل نادى العلم العمل فإن أجابه وإن لا ارتحل دراستنا للشماء لا ينبغي أن تقتصر على جانب الحب القلبي والعاطفة الصدرية ولا تتجاوز هذا إلى تنزيل على واقع الحياة بل ينبغي أن تتمثل في حياتنا أسوة عملية هذا هدف عملي جليل يا كرام والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمثلا ألم تجد في دراستك للسيرة النبوية والشمائل المحمدية أنه كان صلى الله عليه وسلم عظيما في تعامله مع زوجه وأهل بيته رؤوفا كريما رفيقا يصفح ويغفر وحليما يتجاوز عن الزلل لطيف المعشر فأين هذا من تطبيقه في حياتنا مع زوجاتنا وأهل بيوتنا أما وجدت مثلا في عبادته صلى الله عليه وسلم وأنت تدرس الشمائل أنه كان خاشعا بكاءا كثير القراءة يختلي بربه يطيل الوقوف بين يديه يستمتع بالمناجات والدعاء وقراءة القرآن في جوف السحر فأين هذا في حياتك؟ تعود فتنزل هذا على واقعك تطبيقا عمليا وجدت في شمائله عليه الصلاة والسلام العفو والصفح عند المقدرة والتجاوز والقلب الكبير والرحمة الواسعة بالبشر والحرص على هداية الناس فهل لنعكس هذا على حياتنا؟ لنرتقي بأخلاقنا؟ لنهذب ذواتنا؟ لنسموه بصفاتنا؟ هذا هو ثمرة العملية وأنا أقول إنها منهج لدراسة الشماء لأنها مرحلة متقدمة يوفق إليها من يسر الله تعالى له بلوغ تلك الدرجات العالية فإن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والتمثل والتشبه به مطلب والحقيقة أن من تأمل في دراسة الشماء لعموما من ناحية إمكانية تطبيقها وجدها تنقسم إلى قسمين القسم الأول لا يمكن الاقتداء به ولا التشبه به كمثل خلقته عليه الصلاة والسلام فأنت قد خلقك الله على هيئة ليس لك فيها اختيار فإذا وجدت أنه كان عليه الصلاة والسلام أشفر الأهداب محدب العينين وكان شديد أدعج العينين وكان أبيض مشربا بحمرة وكان شعره عليه الصلاة والسلام ليس بالجعد القطط ولا بالشديد النعومة ووجدت أنه كان أوسط اللون أزهر اللون ووجدت أنه كان في حيتي كثا وجدته ضخما ذراعيني والكراديس والساقين وجدته شثن الكفين والأصابع ووجدته متجرد الصدر ليس وطويلة المسروبة شعر الصدر الذي يربط بين نقرة الصدر والسرة وأمثال هذا تجد بعضها يطابق ما في خلقتك وبعضها ليس فيك فهذا الاختيار لك فيه ولهذا قلت هذا قسم من الشمائل ليس لنا فيه مدخل إلى الاقتداء ولا التشبه به عليه الصلاة والسلام أما القسم الثاني من الشمائل فهو ما يمكننا فيه الاقتداء به وهذا أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين الأول ما لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بفعله وقد كان يفعله من باب العادة فهو داخل في الشمائل كصفة مشيته وطعامه وشرابه ولم نجد أنه قال إلبسوا الإزارة ولا قال إلبسوا النعلى السبتية ولا قال عليه الصلاة والسلام تطيبوا بكذا ولا قال ناموا على الفراشي الذي من نوع كذا لكننا وجدناه يمكننا الاقتداء به فما على إنسان أن ينشأ في هيئته وطعامه وشرابه محبا ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ما قال أنس لما حضر طعاما فيه دباء قال فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة قال فما زلت يحب الدباء من يومئذ فهذا يحمل عليه الحب الصادق والكامل لأن يكون المرء متشبها في حياته برسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني مما يمكن الاقتداء فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا به وحثنا عليه كالنوم على الشق الأيمن وكمثل كثير من السنن والأكل والشرب باليمين وإعفاء اللحية وعدم تطويل الإزار والثوب وتقصيره إلى ما فوق الكعبين بعضها قد يكون واجبا لدلالة الأمر عليه وبعضها قد يكون مستحبا باختلاف دلالة الأمر عليه هذا القدر ليس فقط يمكن التشبه بل اقترن به توجيه نبوي بأن نفعل كمثل فعله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مجرد تشبه بل هو تشبه وامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام هذه درجة أعلى وأكمل يحملنا عليها شيئان الأول أمره الصريح سواء كان أمر إيجاب أو استحباب والأمر الثاني الذي يحملنا التشبه والرغبة الصادقة في أن نكون بحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم متشبهين وأن نكون بهديه مقتدين متأسين فهذا ما يتعلق بالخطوة الخامسة من التمثل والتشبه والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخيرا في الخطوات المنهجية لدراسة الشمائل والظفر بثمراتها بث ذلك وحمل رايته ونشره في الآفاق بين العالمين بين العالمين وليس بين المسلمين أجل فنحن أمة رسالة نحمل رسالة ونبينا صلى الله عليه وسلم أنموذج عظيم وقدوة بشرية جليلة حقنا أن نبذلها للأمم كلها وأن نعرفهم بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا بأقرب الدوائر إلينا أسرنا أزواجنا وأولادنا أن نبث فيهم السنن وأن نعرفهم بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم المجتمع من حولنا ثم الأمة كلها حتى يقول الكل للكل هذه شمائل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تتحدث بها المجالس وتزهو بها المنابر وتتعطر بها الساعات وتعمر بها الأوقات فإنها والله دعوة إلى حياة سعيدة يعيش في أكنافها البشر حياة كريمة يقتربون فيها من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أمة الإسلام فقد كان هذا مدخلا أردنا به الشروع في هذا العنوان الكبير الشمائل المحمدية لأن يكون في مجالس هذه الدورة القادمة بتتابعها إن شاء الله تعالى ما يحملنا على أن نكون في عنايتنا بالشمائل أكثر حرصا وفي اقتفائنا لأثرها وتنزيلها على حياتنا أشد الصدق واستمساك فثقوا تماما أنه لا أسعد من حياة يعيشها مسلم في كنفي الاقتداء بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء يعينك على الاقتداء بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل عنايتك بشمائله والاقتراب من هديه والتعرف عليه فإنه الباب المشرع والطريق الأرحب والمسلك الواسع الذي يحملنا ويقربنا وينقلنا إلى قمة السعادة ونحن نستنشق عبيرا هذه الحياة النبوية والشمائل المحمدية ألا فقرت عين وأسعد الله قلبا ملئا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها والله للحياة الطيبة التي ينشودها الناس جميعا والمسلمون على وجه الخصوص فاملأ يا رب قلوبنا بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم واجعل حياتنا يا إلهي عامرة بطاعتك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا إلهي من أسعد خلقك بهذا الدين العظيم وباتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم إن لم نظفر بشرف الصحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم ولم تكتح الأعيننا برؤيته في هذه الحياة ولا شرفنا بالصحبة معه ساعة من العمر فاجعل يا إلهي عوضا لنا عن ذلك كله بما تكرمنا به من العناية بسيرته والاقتراب من شمائله وملء القلوب حتى تفيض الحياة حبا له صلى الله عليه وسلم واقترابا من سنته وتمسكا بها وعضا عليها بالنواجذ ورفعا لرايتها ونشرا لها في العالمين اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يا رب في زمرته وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا ووالديهم وذرياتنا والمسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى حبيب القلوب وأنسها وبهجة القلوب وسعدها محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر